تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمامي الآن تقويم الفصل الأول في مادة الرياضيات وهذا هو النموذج الثامن تجدون بقية النماذج على القناة تابعوها كلها مفيدة ومتوقعة للفصل الأول تابعوا معي للأخير سأشرح لكم كالعادة بالتفصيل لدينا التمرين الأول لدينا الكتابة الحرفية والكتابة الرقمية هنا لدينا مليونان وواحد بالحروف مليونان وواحد لدينا عشرة ملايين وسبعة عشر ملايين وسبعة هذه عشر ملايين وسبعة أربعة أخماس أربعة أخماس لدينا ثلاثة أعشار معناها ثلاثة على عشرة التمرين الثاني انقل الأشرط على ورقتك ثم عبر بكسرين عن الجزء الملون في كل شارط لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة والملون منها ثلاثة إذن ثلاثة على خمسة ثلاثة على خمسة لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة والملونة أربعة معناها أربعة على ستة لدينا واحد اثنان ثلاثة والملونة اثنان معناها اثنان على ثلاثة نمر للتمرين الثالث اشترت عائلة ثلاجة بالتقصيد على ثمان دفعات خلصتها على ثمان دفعات متساوية مبلغ الدفع الواحدة ستالاف وثمانمائة وتسعين دينار جزائري ما هو ثمن شراء الثلاجة ستالاف وثمانمائة وتسعين في الدفع الواحدة وعندنا ثمان دفعات إذن العملية هي عملية تضر لاحظ معي ستالاف وثمانمائة وتسعين سنضربها في ثمانية صفر تسعة في ثمانية اثنان وسبعون ثمانية في ثمانية أربعة وستون خمسة وستون ستا وستون سبعة وستون ثمانية وستون سعى وستون سبعون واحد وسبعون واحد وسبعون ثمانية في ستة ثمانية وأربعون نضربها في السبعة مينة وربعين نزيد لها سبعة مينة وربعين تسعة وربعين خمسة وخمسة ثمن شراء تلاجة خمسة وخمسين الف ومية وعشرين دينغر نمر للتمرين أث الرابع أرسوا مستقيمين دي وآل متعامدين في النقطة أ متعامدين معناها يجب أن نستعمل المسترة الكوس يجب أن نستعمل الكوس أنا ليس لدي الوسيلة حيث يكون تعامد هكذا متعامدين في أ مستقيمين اسمهما دي وآل عين النقطة ب على المستقيم د تبعد عن أ مسافة أربعة سنتيمتر فلتكون هذه أربعة سنتيمتر بالمصدر نسميها أ عين النقطة ب على المستقيم د تبعد عن أ بمسافة أربعة سنتيمتر وعين النقطة C على المستقيم L تبعد عن A بمسافة بمسافة ثلاثة سنتيمتر فلتكون هنا C صل بين C والB ما نوع المعضلع الذي تحصلت عليه هو مثلث قائم في A مثلث قائم في A نمر للوضعية الإدماجية يتقاض عامل يومي كل يوم ألف ومئتان دينار ما هو دخل هذا العامل الشهري علماً أنه لا يعمل ستة أيام في الشهر يتقاض عامل يومي كل يوم ألف ومئتين دينار كل يوم يمدلوا ألف ومئتين ما هو دخل هذا العامل الشهري يعني في الشهر كم يأخذ علماً أنه لا يعمل ستة أيام في هذا الشهر إذن سنضرب أولاً الشهر فيه 30 يوماً، سنضرب هذه في 30 يوم، نتيجة نقص منها 6 أيام، نقص منها راتب 6 أيام، أو مباشرةً شهر في 30 نقص من 30 6 أيام، تعطينا 24، 30 ناقص 6 تساوي 24. 24 نضربها في 1500، فنجد دخله في الشهر، سنجري العملية، لدينا 1500 نضربها في 24، 0, 0, 20, 6، نضرب في الاثنان، 0, 0, 10, 2, 1, 3 0, 0, 0, 6، 3، يتقاضى 36 ألف دينار 36 ألف دينار إذا علمت أن هذا العامل صرف في الشهر مبلغ 18 ألف دينار للمواد الغذائية الخاصة بأسرته، كما دفع فاتورة الكهرباء المقدرة بـ 4370 وحسب المبلغ الذي صرفه هذا العامل، صرف 18 ألف دينار على المصاريف الغذائية، وصرف فاتورة الكهرباء 4, 370 هذه هي مصاريفه، 0, 7, 3, 12، صرف 22 ألف وثلاثمائة وسبعون دينار هذه المصاريف التي صرفها احسب المبلغ الذي بقي عنده خلال الشهر، هو المبلغ الذي يتحصل عليه في الشهر 36 ألف نقص المبلغ الذي صرفه 22 ألف وثلاثمائة وسبعين كم يبقى معه؟ 10 ناقص 4، 6 ناقص 3، 3، 1 يبقى معه 13 ألف وستمائة وثلاثم دينار 13 ألف وستمائة وثلاثم دينار إذن بهذا الشكل أكون قد شرحت لكم هذا الاختبار أتمنى أن أكون قد أفدتكم تابعوني ما زال هناك الجديد المفيد بإذن الله تابعوني ما زال هناك الجديد المفيد